واتتابعوا في برنامج البلاد اليوم انطلقنا من نص نهار نتواصل معكم حتى الماضي ساعتين اليوم الخميس 26 نوفمبر 2020 نستثنائين كما قلت اليوم في إطار تغتية للوقفة الاحتجاجية ويوم الغضب اليوم في القصبة وقفة للصحفيين بعد انطلاق تحركات منهار الاثنين وحمل الشارع الحمراء إذن وقفة احتجاجية في القصبة بدأت من 11 طوى التجمع قدام مقر النقابة الوطنية لصحافين تنسيين وبعد أكيد تكون تم تحركات أخرى قد تكون الإضراب العام كما سمعنا قبيلة من زميلتي أمينة زياني اللي كانت معنا مباشرة من ساحة القصبة على ذوق ممكن عدم التحرك وإلا عدم الاستجابة أو خلينا نقول تحرك الحكومة مع اليوم الغضب والتحركات هذه وتملصهم تطبيق اتفاقية وقعتها مع أن نقابة الحكومات السابقة وصلت الجهود لحل الأزمة والقطاع الصحفي إلى طريقة مزدود هكا يتم توصيف الوضعية شوياخر تلتحق بنا أميرة محمد عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين وشوياخر يكون معنا بالهاتف حاتم أبو بكري النائب عن حركة الشعب يحاولوا زملائي تصلوا به وكي ناخذوهم معنا مباشرة أكيد حركة الشعب اللي فيه مقترحة ممكن مرسوم 116 اليوم ما سيرياد نعرفه الجدد اللي صار وقبيلة ضيفة وسماء الخليف يحكينا معا عن نقطة هذية أكيد مرسوم 116 اللي الأطراف المقترح تنقيحه واللي دخلت الأطراف المعنية بالقطاع الصحفي واللي دخلت فيه وكان من المفروض أنه مقترح الحكومة هو اللي بشتم مناقشته خلال الجلسة عامة وقتها نتذكره اللي قبل أيام قليلة رئيس الحكومة يسحب مشروع هذا القانون ويتم تعويضه اللي يتم الإبقاء فقط على مقترح ائتلاف الكرامة المقترح اللي اليوم رفضينه الصحفيين بالنقاط اللي جات فيه والإخلالات اللي راوها فيه الصحفيين حب نقول فقط سيرياذ وسيد المستمعين اللي الحقيقة اتصلت البرح بالمكلفة الإعلامية حبيت ناخذ ممثل عن رئيس الحكومة يكون حاضر معنا وإلا حتى يدخل معنا بالهاتف ممكن في تعليق اليوم موقفهم من هذه التحركات واشنية الخطوة القادمة لأنه سمى إمكانية الجلوس على طاولة الحوار وإلا لي الحقيقة ما أخذينا رد حبينا أنه يكون الحوار متوازن اليوم في بلاتو البلاد اليوم على موجات لذاع الوطنية لكن ما أخذينا حتى جواب في انتظار تلتحق بنا اللي صار ممكن هذك بداية الأزمة سيرياذ هل أنه أزمة مفتعلة هل أنه اليوم سمى أطراف سياسية قد تقف وراء هذه الأزمة الأزمة اللي بديت مع رئيس الحكومة هشام المشيشي اللي كانوا صحفين ننتظروا منه معناها حاجات أخرى اللي يتعدى سيئ يعني اللي تم توقيعه ما نش نرجعوله لكن اللي توقعوه ما كانش هو اللي يلقاوه هو يبدو أنه رئيس الحكومة في سحبه لمقترح تعديل مرسوم 116 خضع لي الضغوطات السياسية خاصة أنه نعرفه مليح أنه يعني فيه تقارب كبير مع الترويكة جديدة هو في البداية قال أنا حكومة تكنوكرات كفاءات وطنية دون حزام سياسي يدعمني في البرلمات هذا طبعا الأحداث تجاوزاته وبعتبار أنه تخلي من اليوم الأول في مسألة التعينات وخاصة المستشارين متاعوا في صراع مع البرامتاعه خليني نقوله اللي هو السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية وبالتالي الجاه الحضرنا اللي من شأنه يعمله حزام ومن شأنه أنه ربما يمكنه من على الأقل ضمان الاستقرار الحكومي هو هالحزام السياسي اللي اغتنم الفرصة والحزام السياسي الجديد هو هالترويكة اللي حركة النهضة وقلب تونس واتلاف الكرامة ومينجم يتفسر سحبه لتعديل المرسوم 116 قبل أيام من عرضه ورغم أن التعديل هذا تخدم لمدة أكثر من ثلاث سنوات وكان فيه دور كبير لأهل المهنة ودور كبير لنقاب الصحفيين وكان يتركز أساسا على تنقية المشهد الأعلامي وتوجيهه وتكريس أخلاقيات المهنة أكثر منه المشروع الثاني اللي هو مشروع اتلاف الكرامة اللي الحقيقة ركز على نقطة هامة في خضم نقاط عديدة اللي هو تحرير المشهد الأعلامي ونعرف أن تحرير المشهد الأعلامي فيه مغامرة وخطورة كبيرة في وضع سياسي تتحكم فيه لحقيقة اللوبيات المالية تتحكم فيه أطراف سياسية داخلية وخارجية ونعرف جيدا أنه الأعلامي يستعمل كسلاح من أجل توجيه رأي العام وصناعة رأي العام وهنا يجب الحد الأدنى من الضوابط وهالضوابط هذه متنجم تكون كان في إيطار طبعا نوعا ما رقابة هالرقابة هذه تكون من أهل المهنة من هيئة تكون مستقلة طبعا هيئة الاتصال السمعي والبصري يعني هي الآن هيئة وقتية وحان وقت أنه يقع تركيزها يعني وانتخابها بصفة رسمية اللي هي تقوم بالدور التعديلي ودور خاصة الحفاظ على حيادية المؤسسات العالمية على أخلاقية المهنة وكذلك الحفاظ على المشهد الإعلامي وبالتالي الاستقرار في البلاد إذا كانوا نحروا المشهد الإعلامي في الوقت هذا رأوا فيه خطورة كبيرة وبرشة فعالين يستنوا في الوضعية هذه فعالين فيهم الأطراف المتشدة وفيهم الأطراف اللوبيات وفيهم أطراف اللي تحبت وجه الرأي العام وفيهم اللوبيينج الدولي إحنا هنا تقرير دائرة المحاسبات كشف كونه ثم اللوبيينج دولي يلتجؤولوا بعض الأحزاب من أجل التعثير في الرأي العام وصناعة الرأي العام وأنا نقول مش صناعة الرأي تزوير الرأي العام وربما جعل هالعملية الانتخابية والعملية السياسية نفسها هي عملية مفتعلة ما تعبرش عن إيراد الشعب ما تعبرش عن المصلحة الآن بدأ الصدام كما قلنا من صحب مقترح تنقيح المرسومة عدد 116 واللي قلنا عليه شبه إجماع من المداخلين الكل في القطاع الإعلامي ولبقى فقط على مقترح إتلاف الكرامة كأنه نوع من الاستفزاز اليوم للصحفيين تليه فيما بعد ممكن اللي صار صحب ونتذكر انسحاب وفد النقابة من اجتماع كان مقرر تنظيمه مع رئيسة الحكومة واحتراز على حضور أحد أعضاء النقابة اللي كان حاضر في ذا الاجتماع بش نرجع على اللي جات بيه الاتفاق الإطارية المشتركة والجدل الكبير لكن خلينا ناخذوا معنا بالهاتف كما قلت بداية الحصة النائب عن حركة الشعب وأيضا ذه اللي معني اليوم بيوم الغضب مع الصحفيين والإعلاميين النائب حاتم بوبكري مرحبا بيك سي حاتم مرحبا بيك مرحبا بيك احنا كنا رجعنا بالتوالي بشبهية بش نفسروا للناس اليوم ممكن تبعات وإلا خلينا نقول النتيجة اللي وسنناها اليوم شنية سباب متاحها في الأصل رجعنا للمرسوم 116 وعملية صحب مقترحها الحكومة اللي كان من المفروض أنه هو عليه شبه إجماع وتعويضه بمقترح ائتلاف الكرامة اللي يعتبروا صحفيين نوع من الاستفزاز ومحاولة لفرض اليد على هذا القطاع اللي يعاني الأمرين واللي نعرفه اليوم وضعية عديد الصحفيين ثم اليوم كحركة الشعب هل إنه ثمانية ولا ثم محاولات الساعة اليوم لتصحيح هذا المسار والدفع نحو تنقيح مشروع المرسوم 116 بحسب نعم شعلاقة بالمرسوم 11 يعني كنا من أول المعارضين بتنقحات أو تعديلات اللي يقدمها نعم تلاف الكرامة وارتأينا أن تلك تعديلات إنما هي تعوين لقطاع الأعلام حتى تسل السيطرة عليه نعم وكذلك يعني يقوم بنزيد تهميش الصحفيين خاصة المحترفين ويدخل يعني فئة أخرى مساندة لهم ويعني تخدم لهم مثل لهم وهذه ما نهى خطوة من خطوات الاستلاع على فتاعة الأعلام الذي يعني منذ الثورة روضوا كل شيء إلا يعني فتاعة الأعلام لم يفل ترويضوا بمساعي وبجهود أبناءه يعني الصديقين الذين ناظلوا وانتم تتذكروا يعني اعتسام مثل مقرسة الوطنية تتذكروا الهرسلة اللي شارت الصحفيين يعني كانت على مستوى أمني أو حتى على مستوى يعني لبرتزون هذه الأحزاب هذية لحكمة بلاد منذ سقوط نظام بن علي وارينا أنه هناك نوع من الرزيسانس يعني المقاومة نعم من أبناء القطاع لهؤلاء والحمد لله ما زال القطاع حركة شعب حركة شعب هذا هو اليوم دور الأحزاب خلينا نقوله عندما عندما تم يعني تقديم التعديلات متاع 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 التلاف الكرامة ويعني تم غض ترفعنا يعني المشروع الحكومة اللي كنا يعني تقدمنا به الحكومة اللي كان وافق وكان المجلس الوزير يوافق عليه وخذنا نظار كبير لشأن المشروع هذيك يتعدل مكتب المجلس ثم لعبة لعبة المكتب المجلس والكل يعني على علم بها أفشلنا تلك اللعبة الحمد لله ويعني أعدنا منذ سقوط لائحة أو عدم تمرير لائحة التعديل متاع متاع التلاف الكرامة نعم بدرنا يومها وفي حينها بإعادة مشروع الحكومة اللي هو مشروع المرسوم الوزير للحكومة إلى مكتب المجلس حتى يقع انتباره يعني بصفة رسمية وتخصص له جلسة عامة لمناقشة هذا جزء من نظالنا لنصرة القضايا العادل ومن بينها قضايا حرية الإعلام وحرية يعني الصحافة في البلاد ونأي بها عن كل تجاذبات حزبية لأنه يعني حرية الصحافة والإعلام في أي دولة في العالم هي من حرية الشعب وهي المركز لجميع الحريات فإن ضربت هذه الحرية فإن الحرية الأخرى ستتضرب يعني تباعا ونحن نريد لحرية الصحافة والإعلام في حركة الشعب أن تكون هي الدرع الواقي في الانتهاكات في بقيات وشكرا لك سيحات أبو بكر النائب عن حركة الشعب شكرا على تدخلك معنا معي في الأستوديو يا ميرا محمد عضو المكتب التنفيذي نقاط الصحفيين حبيت فقط نفسر المهراحة اللي خلتنا اليوم ونوصله اليوم الغضب علش اليوم صار الغضب وعليش اليوم صحفين غضبين وعملوا تحرك هذية وما بعد يوم الغضب أكيد مش نحكيه عليه حكينا على ما صار مع المرسوم يوستاش لكن أهم من هذا الكل نحكيه على ما جات بي الاتفاقية الإطارية المشتركة اللي كان من المفروض أنها تم الإمضاء عليها يعني بشكل رسمي وقانوني وتتضمن كل الشروط اللي لازم تتوفر فيها مع تجاهل تضمينها اليوم بالرأد الرسمي والانتلاق العمل بها توجهتوا كيف كيف أيضا بشكل ذرلي حضاري ورسمي للمحكمة الإدارية لكن شنو اللي صار اليوم أميرة اللي صار هو أنه هذا الكل مسواء أو انتلاقا من سحب المشروع قانون حرية الاتصال السمع البصري ليلة عرض مبادرة التنقيح المرسومي وستاش في مجلس النواب الشعب مع الأربعة ومتعل عشية يتم سحب المشروع واللي اعتبرناه أحنا هذية معادات لقطاع الأعلام السحب هذية من بعدها الحكومة تقول أني مجرد تنقيحات لسبعة ثمانية فصول وفي جمعتين بشي يتم يعادتوا لمجلس النواب الشعب لكن للأسف هذية مصارش وإحنا لليوم ما فهماش المشروع هيدا مرجعش وليحسن حظنا أنه فما نواب يؤمنوا فعلا بحرية الأعلام وتم تبني المشروع اللي موافق عليه كل الهيكل المهنية وتم إداعه من جديد في مجلس النواب الشعب كمبادرة تشريعية من الكتلة الديمقراطية واليوم تم إقراره للليجان تم تقحاته على الجان معناه ثمان اقترح اليوم ما آخر بخلاف اللي تم سحبه من الحكومة المشيش نفس المشروع اللي تم سحبه من قبل حكومة وتم تبنيه من الكتلة الديمقراطية اللي هو موافق عليه كل الهيكل المهنية في وقت حكومة الياس الفخفاخ تم تبنيه من الكتلة الديمقراطية وأحالته طلبت فيه استعجال النظر وتم تبرمجه اليوم في الليجان هذا بالتالي المشروع القانون اللي توا موجود في الحكومة واللي هي توا بذات تكلم في الأطراف المعنية متاع إيجيون تفاوضوا بخصوصوا أو أعطيونا مقترحاتكم ونحن نعرفوا شنية التنقيحات اللي حبوا عليها موجود مقترح والتخوف اللي احنا عبرنا عليه في عديد المناسبات وطلبنا أنه ما تتمثل منه حتى كلمة إلا بحضور كل الأطراف اللي مساهمة فيه لأنه التخوف أنه اللي أسقطناه في البرلمان بالإحتجاج بتاع السحفيين يتم رجعه اللي خرجناه من باب يرجعنا من شباب نسألك اليوم على مقترحة تيلف الكرامة لأنه اليوم ما زال مطروح كواحد من مقترحات المقدمة هو لم يتم سحبه من البرلمان هو فقط لم يبرمج في الجلسات العامة لكن هذيا ما زال موجود اليوم في البرلمان والأكثر من هذيا أنه نعرف اليوم شكونوا الحزام السياسي لحكومة المشيشي ورئيس الحكومة إذا كان يحب يقعد في مكان ويزمي قدم تنزولات للأطراف هذه باش تدعموا في البرلمان على حساب القطاعات وخاصة على حساب القطاع ونعرف أحنا عداء أصحاب المبادرة هذه لصحفيين عن هذيا نعرفوه وكنا حتى قررنا وضعينا المؤسسات العالمية لمقاطعتهم والصحفيين نتيجة هرسلتهم واعتداءاتهم المتكررة على الصحفيين نعرف عداء أيضا حزب قلب تونس لنقابة الصحفيين لأنه نحنا طالبناهم دائما باحترام القانون وبأنه قد نسمة انضبط للقانون على شهية من غير القنوات الأخرى هي وقناة الزيتون ما ينضبطوش للقانون وما يتخلوش لحت القانون لا نحنا نعملونهم قانون خاص بهم باش نخرجوه من اللاقانونية ويخرجوه من كل الأطر اللي تعمل فيها المؤسسات الأعلامية الأخرى اليوم وسامة الخليفي سمحني أميرة في نفس الإطار كان ضايفنا زدق بلا شوية يقول لك شنية المشكل إذا كان من عم نبثوش وإلا من رخصوش لعدد من القانوات وهل اليوم ممنوع أنه القانوات تخسر على ترخيص هننشوفه نحنا عديد القانوات اليوم اللي كانت تخسر على ترخيص وانتصبت وقدمت ملفاتها اليوم الإشكال أنه قانات ما تحبش تعترف بالقانون لغايات لغايات نحنا نعرف بعض خفاياها لكن للأسف اليوم القانوات هي اللي متحبش وشوفنا تقرير محكمة المحاسبات اللي هو فضيحة وتأثير بعض المؤسسات الأعلامية على نتيجة الانتخابات وهذا يشوفناه والرغبة في أنه يتم إلغاء الترخيص نهائيا تجيناه غدوة انتخابات كل حزب عنده فلوس يعمل لك عشرة قنوات وعشرين إذاع وبعدها تضمح هذي خطر على الديمقراطية اليوم خايفين على السايترة السياسية خنقوله لوبيات وإلا احنا هذا نعاني وفيه توا توا موجود فما بالك بالترخيص وغيره نعرف أنه الهايكا طلبت حتى من البنك المركز في حالة المناسبات تدقيق في بعض مصادر تمويل بعض المؤسسات الإعلامية لكن إلى حد الآن ما عناش الوسائل اللازمة أني تدقق في تمويلات بعض المؤسسات نشوفه اليوم بعض القنوات التلفزية للأسف تحولت إلى محاصصة بين الأحزاب حتى في البلاتون متاحها في الكرونيكور متاحها والينا نعرفهم الكرونيكور هذيك تابع على الحزب الفلاني وليه تابع الحزب الفلاني فما بالك أنه تولي يعني فوضى سوق فوضى سوق إعلامية فوضى مش منظمة هل اليوم أنه القانون يمنع انتصاب مؤسسة إعلامية هذا ما يمنعش القانون ما يمنعش التسويق الخاطئ للمعلومات أنه كانوا اليوم اللي حب يعمل مؤسسة إعلامية محروم أو فماش إمكانية لا يخي القنوات اللي موجودة قناة التاسعة وقناة أم تونيزيا واتينان التي اندفرت وعديد الإذاعات الأخرى وعديد المؤسسات الإذاعية الجمعياتية وغيرها من القنوات والكل الكل هم يخذيهم ترخيصهم الكل هم يخذيهم من الهيكاة بعد الثورة فيهم اللي اندثر لأنه سوق الإشارة صغيرة ما نجمش يعيش وفيهم اللي مازال مواصل بش نكملك ملك في تصرفات الحكومة الحالية مع القطاع الأعلام الحكومة الحالية هي اللي قاعدة اليوم الدز في القطاع نحو الفوضى ومزيد التحركات الاحتجاجية ونحو التصعيد لأنه احنا تجاوزنا سحب مشروع قانون حريط الاتصال السمع البصري ومدينة يدينا من جديد للحكومة للتفاوض نمشي وجلسات طويلة ماراتونية ما نوصل حتى اتفاق ما يقول لك ما عندكش الحق في ملفاتك ليه عندك الحق خرجت المستشارة الاعلامية في احدى القنوات في قناة الحوار التونسي وقالت سيتم نشر الاتفاقية ثم لقاء مع نقاب صحفين هذا ما تمش قالت في جمعتين باش يتم اعادة مشروع قانون حريط السمع البصري للبرلمان وهذا ما تمش مشينا تفاوضنا في عديد الملفات اليوم تجي قرار محكمة ادارية الاتفاقية 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 نوضحه للمواطنين راهي من فيه مفعول ميدي راهي تنظم اول حاجة عقود الصحفي هذا هو لو تسمح اميرة اللي هي اللي تم التوافق عليه محكمة الشهد هذه قمضات من قبل نفس وزير شؤون الاجتماعية الحالي محمد ترابلسي كان هو وزير شؤون اجتماعية كان وزير شؤون اجتماعية في حكومة يوسف الشهد وامضى على الاتفاقية نهار 9 جام في 2019 واليوم هو نفس الوزير اللي صرح البرح وزير شؤون اجتماعية وزير في حكومة يمضي على اتفاقية من غير ما يعرف محتويها هذه مغالطة كبرى لانه يعرف محتويها لكن اليوم هذا في اطارة المماطلة يعني من غدوة الحكومة تمضي لك اتفاقية حرب وتقول سمحني انا رأي ساحة لهم في بالشبه كيك والحاجة الاخرى انه فيها قرار محكمة ادارية قرار المحكمة الادارية اللي اصدر يقول نشر نص الاتفاقية حكومة اليوم ما تبقش قرار محكمة ادارية اذا كان هي ما تكون قدوة في تطبيق القانون كيف نتطلب من المواطن ونأخذ ها نتطلب قانون ناخذ تعليق سرياض لكن اقبل سنحط المسامعين المشاهدين في الايطار كما قلنا الاتفاقية الاتفاقية تنظيم العمل والاجراءات التأديبية وضمانات حرية الضمير واخلاقية المهنة كما تلزم الاتفاقية المؤسسة الاعلامية باحترام الحق النقابي تجنب الضغوط الجانبية لتأثير على حرية الصحفي كما قالت اميرة يعني مش ما نفهموهش انها مطالب مادية وانها اليوم مش تفق الكاهلة لزانية تصل ادارة عن التحرير من خلال هيئات التحرير تضمن انه للصحفي نجم يرفض تكليفه بمهمة اذا كان هي فيها خرق لاخلاقية المهنة او لصالح طرف حزبي دون اخر معناتها هي تنظم العمل الصحفي هي نقطة في بداية الاصلاح ما هيش الاصلاح لكن هي النقطة الاولى الصحفي روك يضمن له حقوقه على قل في عقد يضمن له كرامته او في الاخر مواطر رو الصحفي عنده كريا وعنده تضمن لوش حقوقه الصحفي كيف يطالبه بصحافة جودة انتي متحسنوش من الابتزاز ومن المساومات ومحاولة الشراء وغيرها اذا كان ما يتمش تحسين الصحفي اليوم كما تم تحسين القاضي واللي لحد الان ما زال عندهم مطالب مشروعة واحنا نضامنه معاهم لكن كيف كيف الصحفي راهوا صوته بشيكون حر بعقد يضمن له الحق الأدنى على قد ويضمن له حقوقه بشكل ليه لسحب مؤسس أو مسؤول المباشر في مؤسس يقول ليه حاجة هذه خرق لأخلاقية المهنة وإلا فيها دعاية سياسية ما نخدمهيش ما تردوش سمع قانون يحمي سرياض الحقيقة المطالب منتع الصحفيين كما قلت منذ حين هي تتلخص في حاجتي هي ضمان ظروف وضمانات للصحفي أنه يشتغل في ظروف جيدة وليحماية الصحفي وهذا مطلب عنده أولوية لأنه الآن الصحفي هو في الواجهة الأولى هو الجندي الأول لمعرفة الحقيقة ليكون صوت للمواطن لكشف ملفات فساد كما شفنا مؤخرا كما شفنا مؤخرا في قضية النفايات الإيطالية في مقاومة الإرهاب شفنا ناس يعني صحفيين يعني يكونوا هما الأول مزلتها العميلة الإرهابية كسارة يكونوا هما لولين في ساحة العملية وفي ساحة المعركة انصح التعبير ومتعرضين الخطر كبير يعني الأولى في الوقت الحالي خاصة أنه المؤسسة الإعلامية والصحفي هو لمزال الحقيقة معنتها عنده نوع من ثيقة المواطن فيه مزلت الناس تسمع رغم لي حتى الإعلام خاصة مع دخولها الإعلام الخاصة أو نوع من الإعلام الخاص يعني نوعا ما فقدت ثيقة المواطن ومش فقط في مؤسسة الدولة وفي الأحزاب وفي المشهد السياسي حتى نوعا ما في المشهد الإعلامي ولكن مزال المشهد الإعلامي ومزال صوت الصحفي يتسمع ومزال تنستبع في التلوز ومزال أن نهتم بوضع الصحفي وثم مثلا أخرى الحقيقة هل التخلي عن الالتزامات هذه من يعني الحقيقة مخلة قرار محكمة إدارية واتفاقية تمت أمضاء وهذا ذلك الإشكال وحكينا فيه في أكثر مناسبة اليوم كل حكومة وكأن القوانين التي تتصادق عليهم ما يتبعوش الحكومة لبعدها وكأن ما تمشي استمرارية من حكومة إلى أخرى هذا هو اللي يزيد اليوم بعد الثورة فالوظاية هذه ثم استمرارية هو نفس لوزي ولكن الاستمرارية وفي القرار يعني القرار يعني تغير القرار مظهور لناش في الحكومة الحالية على أن نعته أولوية وثم نعم البردفير وحبينا ولكرهنا في علاقة بهالحزام السياسي الرئيس الحكومة يعني هناك صدام متعمد قاعة الصدام هو قاعة الصدام بين ساحب رئيس الحكومة المشروع تعديل المرسوم 116 وتفضيل على أن يتعدى المرسوم أو الاقتراح التعديل آخر بتاعتلاف الكرامة يعني وهنا ثم فيها حتى بعض سياسية ما واش فقط مهنية لأن الجانب المهني والمالي كما كنت نحكي راهم ما يكلفش حتى شي الدول يعني هذه منشآت عمومية وقال مؤسسة خاصة منشآت عمومية بشوية حوكمة وبشوية حسن تصرف راهم نجمو نسوي وضعيات اليوم كينا نلقا وضعيات هشة في الأعلام العمومي ما عاش نحكي عن وضعيات هشة في الأعلام الخاص وضعيات هشة تصربت حتى للأعلام العمومي اللي كنا قبل نقوله على الأقل اللي يخدم عند الدولة حقه مضمون نلقا وضعيات هشة انتي تخلص فيه في عقد ازداء خدمات شنو اللي بش يزيد شنو اللي بش يضر كيتكمل له السينساس وتعمل له عقد يضمن له على الأقل انه تكون عنده تغطية اجتماعية من غد ولا لا قدر زميل اليوم رضي نجم يمشي عادي حق دستوري حق دستوري اليوم المؤسسات الإعلامية العمومية فيها وضعيات هشة عنا تقريبا أربعين وضعيات في زميل اللي ذي عاودتها اللي هم يخدموا بعقود ازداء خدمات ويقفوا عن العمل للمدة أشهر ويعاودوا له وعنا فيه مش كونه 12 سنة وستة سنين وثمانية سنين واربعين اش يكلفوا اشنو يكلفوا اشنو يكلفوا الدولة وثيريا ان انت دي جا تخلص فيه بعقد ازداء الخدمات مش مش يخدملك مجانا فانتي كتكمل له تغطية اجتماعية وتنظم له عقد العمل المتاعه وتضمن له وضعية مستوى العمل هي اساسا تسوية وضعياتي نقطة اخرى سمحني ماليك اللي تخص خريجي محد الصحاف عاملين معحد عادي للصحافة وعلوم الاخبار جي تشوفوا اليوم المؤسسات مكاتب الاتصال في لزارة الكل في الحكومة في الولات وغيرهم كل حزب يربح الانتخابات يجيب جماعته ويحطهم في مكاتب الاتصال وخريجي محد الصحافة بطالة شو ينجم يخدم يمش يخدم مغضوة بيب ولا قاضي ولا محامل ورهو الصحافيين نقطة للمستمعين رام الصحافيين مهمش الوجوه اللي شوفوا فيها ممكن المشهورين وفرق بين الكرونيكور والصحافي والصحافي راهو هو اللي يخدم الاخبار هو اللي يتنقل للمواطن في احتجاجاته هو اللي يوصل صوته هو اللي يمشي للمسؤول ويترح السؤال متاع المواطن هذيك هو الصحافي موش الصحافي راههم قلة قليلة اللي اليوم نشوفوا فيهم في متصدرين المشهد الاعلامي صحافي قلة قليلة جدا إذا كان احنا نحب ونصلحوا هذا الكل راهو نبدأوا أو الحاجة بضمان الحق الأدنى في استقرار وضعية الصحف باش من بعض نمشيوا لصحافة الجودة ونمشيوا لإصلاح ونمشيوا لغيره أما إذا كان الساس خايخ كيفاش تطلب مني صحافة الجودة صحافي يوخلس 300.400 ورأي الصحافة اليوم أميرة مو الصحافة البوز اللي قاعدين نشوف فيها على لسان بعض اللي ينصبر وحهم اليوم بين الظفرين للقطاع بتاعنا ترى كومات اليوم أميرة ساهمت في اليوصنان واليوم يوم غضب لكن هل إنه هناك تحرك هل إنه الحكومة اخذت بعين الاعتبار يوم الغضب هذية وإلا لا ما الجديد ممكن السواعات الأخيرة تماشي اتصالات من رئيس الحكومة أنا الحقيقة حبيت كما قلت بداية الحصة كاننا اتصال بالمستشارة الإعلامية وفي يوم الغضب هل إنه خطوة للعودة للحوار والجلوس على طولة الحوار أم ليه ما الجديد أميرة إلى حد الآن ليه جديد يذكر والقديم يعاد لأننا عنا سنوات ونحن نعود في نفس المطالب إلى حد الآن ما فهميش حتى اتصالات رسمية بخصوص التفاوض مجرد تسريحات بخصوص إجاونا التفاوض على نص الاتفاقية واللي هذا نرفضوه تماما لأنه نرفضو المس من نص الاتفاقية هذه فيها قرار محكم وتم التفاوض بشأنها لعدة أشهر من قبل المكتب التنفيذي السابق لنقابل وطنين للسحفيين وتم إمذاءها من قبل الحكومة فبالتالي النقطة هذه التي تطلب فقط تطبيق قرار محكمة الإدارية ونشرها كامل هي اللي نقاشة فيه اللي نقاشة فيه بالنسبة للنقاشة الأخرى ما فهمها حتى دعوة للتفاوض بخصوصها من قبل الحكومة للأسف وهذه عليش نقولك أن الحكومة تدفع نحو التصعيد هل هو نحك نية للإضراب العام اليوم أكيد أحنا تم إقرار موعد الإضراب العام اللي هو بش يكون نهار 10 ديسمبر واللي هو يوافق الأعلان العالمي لحقوق الإنسان خطر أحنا كصحفيين رنا في الآخر إنسان عنا حقوق المنتهكة للأسف اليوم هذيك عليش اخترنا رمزية اليوم هذية وبعد الإضراب في اجتماع المكتب التنفيذي المواسع الاعتصام والمكتب التنفيذي بشي يجتمع ويقرر حتى شو هي الأشكال النظالية الأخرى كل مرة نقولها مناش نمسلمين في حقوقنا المرة هذي أحنا مناش طالبين لكلها تتحلل يو أما على الأقل الجدية في التفاوض نشر الاتفاقية في الرائد الرسمي تسويت الوضعيات هذو ما حاجات ينجلون يصيروا يذور لي بصفة مستعج لما يطلبوش برشا وقت إذا كان عندك نقات كحكومة أنت تطلب وقت إجي ونحطولها أجال نتفاوضوا بشأنها لكن هذا ما نهوش ما نحطوها حتى جدية إجي نحطوه أحنا جدو الزمني للملفات اللي ما تروحها اليوم على القطاع لكن للأسف هذا ما فما حتى تجاوب مجرد كلم حرية التعبير شعارت من 2011 حتى حكومة ما جيت راهي وقالت أنا ضد حرية التعبير حتى حكومة لكن واقعيا فعليا اليوم المنشور عدد أربعة ملاك اللي هو رجع سيري المفعول هذي اللي ما تمش إلغاءه للأسف وكل حكومة وقت اللي تحب تضيق على المعلومة وضيق على حق النفاذ المعلومة اللي هو فيه مرسوم ونحنا نفتخروا به لكن للأسف اليوم ما جينا تشكيات للنقابة عديدة جدا في عدم إمكانية الصحفين خاصة في الجهات وإلا مع الإدارات أنهم يحصلوا على المعلومة بدعوة المنشور عدد أربعة اللي يمنع أي مسؤول أنه يسرح نعرفه دقة وأهمية المعلومة في وضع الوباء اللي نحن نعيش فيه للأسف نحن نلقاو إشكاليات في الناحية هذه اليوم ما رجعت مركزة المعلومة في القصبة يصلوا زيري يقول لك لا أتكلم المستشارة الإعلامية شاورها نعطيك تصريح ولا لا هذه اللي وصلنا له لليو إشكاليات نحن رجعنا نعنيو فيها يعني حرية التعبير اللي الناس اللي تقول مكسب الوحيد اللي ربحناه من الثورة إلى حد الآن هذا مهدد وزوز إضرابات اللي صارت في القطاع في 2013 و2012 كانت على حرية التعبير واليوم ما زيدا راهم المطالب الأساسية إلى جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفي هي ضمان حريتهم وضمان حقهم في النفاذ للمعلومة بيش يوصلوا صوت المواطن بيش يوصلوا قضايا المواطن بيش يبلغوا زيدا للمواطن المعلومة في وقتها وفي حينها اللي تلزم وتخدم اليوم في أكثر من واجه ذلك عن القضاءات الصحفيين تم احتجاجات في الجهات هل أنه الحكومة اليوم مواعية بالملفات الموضوع على طاولتها بالغضب الكبير اللي قاعدين نشوفوا فيه لدى عدة قطاعات وإلا أحنا الحكومة جربناها في التعاطي مع ملف يمكن أخطر من ملف القضاءات وملف الصحفيين لأنه ملف القضاءات وملف الصحفيين معطر وعندهم هيكل رسمية ومنظمة معطرة ويمارسوا في حق قانوني بغض النظر عن التعصف بالنسبة اللي حكينا فيه بالنسبة لسيد القضاءات في ممارسة هذا الحق وغيره ولكن الأخطر من ذلك شفنا التعامل مع وضعيات خارج القانون وخارج الدولة اللي هي مع ما يسمى موضة اللي هي التنصيقيات اللي هي مجموعات مجهولة وهي تتحكم في جهة وأكثر من ذلك خارجة عن سلطة الدولة ووضع يدها على معنتها ملك الشعب وثروة الشعب وفي تحدي صريح لحتى أجهزة الدولة المباشرة والقوانين الدولة هذه للطوارئ وحضر التجول وكذلك المناطق العسكرية إلى غير ذلك وهذا الاختير شفنا أداءها في التعامل مع الكامور يعني بدعوة أنه ربما الترقيع أو تلبية حاجيات ظرفية بتع تشغيل بيئة أو بعض الأشياء اللي قلنا اللي هي مجرد حلول ترقيعية ما هيش حلول جدرية يعني نحلوا باب ونعطوا مود أوردر بريسك تقريبا هو مود أوردر على أنه اللي عنده ثروة طبيعية يسكر اللي عنده طريق يسكره واللينا نشوفه حتى في تسكير الماء وأقفال الماء نس على بعض جماعة الحام سكروا الفان على جماعة قبس وشوف هذه خطورتها فيما يتعلق حتى بين المناطق وبين الجهات وهذا خطير جدا وثم حالة متع صراع وتدافع مش فقط على المستوى السياسي بل حولناها وسحبناها للصراع الاجتماعي وهذا خطير جدا ينبأ بحلان البيبان لفوضى عارمة ويعني لسرعات كبيرة ثم بالنسبة للمطالب المؤطرة والتي هي واضحة راهو الله العظيم بالإمكان يعني تنفيذها يعني ثم مطالب معقولة واضحة تسوية وضعية 40 من الزملاء الصحفين في هاشي تكلف في هاشي حاجة أنك تعمل صدوق أو الوكالة الوطنية لتصرف الأشهر العمومي هذا في حد ذاته باش يزيد يضمن العدالة ويضمن يعني المنافسة الشريفة بين الوسائل الإعلام فيما يتعلق به الأشهر العمومي وبالتالي تحسين دخل المؤسسة العلمية بشتخل للمؤسسة العلمية وتحسين كذلك ظروف صحفي حاجة باش ما يكونش زال الإشهر العمومي وسيلة ليذيرها بعض المؤسسات وتطويحها باش تكون هي بوق دعاية للسلطة يعني أحنا كتكون وكالة وطنية للإشهر العمومي سلطة مستقلة ما تكونش الإشهر العمومي وسيلة ضغط على بعض المؤسسات باش تكون متوحي تطويحها باش تقوم بالدعاية هذي اللي نحنا نسعاه ليه هذه الإجراءات اللي نبوها تكون في إتار وعلى فكرة وكالة الوطنية للتصرف للإشهر العمومي قرار مخذيه عنده مدة لكن للأسف كما القرارات الكل ما تمش أخذها بعين الاعتبار رئيس الحكومة يقول في تصريحاته والكل أنا ضد كلمة تفعيل القانون أنا مع تطبيق القانون ومعا احترام تعهدات الدولة جاء في قطاع الأعلام وهذا اندثر تماما يعني هذا ما شفناهوش في قطاع الأعلام لاحترم تعهدات الدولة ولاحترم القانون ولاحترم السلطة القضائية ولاحترم السلطة الرابعة اللي هي صحفيين للأسف هذا اللي شفناه يعني اليوم في 30 ثانية في 30 ثانية نقول أنه راهي حكومة هشام المشيشي اليوم هي اللي قاعدة تساعد في الاحتجاجات للأسف هي اللي قاعدة تدز في كل القطاعات اليوم أن هي تحتج لأنه عاملة سياسة تسمى الأذنين مش أن تتفاوض معاك وتشوف جدولة حتى في طريقة التعاطي مع الملفات الحكومة الحالية أنا نقولها كلمة واحدة تتحمل مسؤوليتها في اللي بشيسير تتحمل مسؤوليتها في اللي بشيسير سواء في قطاع الأعلام أو في مختلف القطاعات الأخرى اللي اليوم قاعدت طالب بحقوقها لأنها تعتمد في سياسة مغالطة وسياسة التسويف شكرا لك يا ميرا محمد عوض المكتب تنفيذي لنقاط الصحافيين شكرا على قبول دعوتنا بالتوفيق شكرا لك سيراد البدري رفقتني مدة ساعتين شكرا لك